السلام عليكم أطفال الصغار فتتمة لما بدأناه في دروس مادة الرياديات مرحبا بكم اليوم في درس جديد بعنوان تقديم الأعداد من 11 إلى 20 وقبل أن نبدأ حصتنا لهذا اليوم هيا معا لنقرأ بطاقات الأعداد انتبهوا أطفال الصغار صفر أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لنعيد أطفال صغار واحد اثنان ثلاثة 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 أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 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 عشرة الآن أطفال الصغار انتبهوا جيدا عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة ستة رائع ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان 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 واحد سفر أحسنتم لنعيد أطفال الصغار عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد سفر أحسنتم أطفال الصغار إذن أطفال الصغار لاحظوا الصورة التالية جيدا ماذا تلاحظون أطفال الصغار؟ ماذا يوجد في الصورة؟ نعم هناك أطفال رائع جدا ماذا يوجد أيضا؟ سلات كم من سلات الذين هنا؟ لنعود واحد اثنان ثلاثة أربعة ماذا يوجد داخل كل سلة؟ ملابس رائع جدا ملابس ماذا يوجد داخل السلات؟ نعم قبعات رائع جدا أيضا سراويل رائع لاحظوا معاطف رائع جدا و ملابس محاكة أحسنتم جدا أطفال الصغار إذن ماذا يريد أن يفعل هؤلاء الأطفال بهذه الملابس؟ نعم يريدون أن يتبرعوا بها أحسنت إذن أطفال الصغار هؤلاء التلاميذ قرروا أن يساعدوا أطفال في المناطق الجبلية التي تشهد بردا قارس بملابس التي ستحميهم من أحضر هذه الملابس بعد ذلك سيقومون بتأتيبها حسب شكلها السراويل في جهة والمعاطف في جهة والملابس المحاكة في جهة وذلك تشراف رئيس المجموعة بعد ذلك أطفال الصغار هؤلاء الأطفال قرروا أن يحسبوا كم أحضروا كل طفل مقلب هل يمكن أن نساعدهم على ذلك؟ نعم إذن لنرى أطفال الصغار كما قلت لكم أطفال الصغار قام هؤلاء الأطفال لترتيب الملابس وضعوا القبعات في جهة المعاطف في جهة السراويل في جهة والملابس المحاكة في جهة وكما قلنا المطلوب هو أن هؤلاء الأطفال أرادوا أن يحسبوا كم أحضروا من القبعات المعاطف السراويل والملابس المحاكة تحت إشراف رئيس المجموعة وقلتم أنكم ستساعدونهم على حساب الملابس قبل ذلك أطفال الصغار سأقدم لكم مساعدة وهي الأعمدة والمكعبات كما ترون هذه الأعمدة والمكعبات كل واحدة منها تخص مجموعة من الملابس إذن عليكم أن تربطوا كل مجموعة من الملابس بالأعمدة والمكعبات المناسبة لها أي أننا سنمثل مجموعة الملابس بالأعمدة والمكعبات المناسبة لها إذن أطفال الصغار لنبدأ أولا بالقبعات لدينا القبعات نريد أن نمثلها بالأعمدة والمكعبات المناسبة لها إذن ما الذي طريق أطفال الصغار؟ لاحظوا أولا لاحظوا الأعمدة لاحظوا الأعمدة والمكعبات نعم ماذا تلاحظون؟ نعم لاحظوا لنعود معا كل عمود كم يحتوي على مكعب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن كل واحد من الأعمدة توجد به عشرة مكعبات عشر مكعبات عفوا والمكعبات كل واحدة تمثل واحدة فقط وليس عشرة والأعمدة كل عمود يمثل عشر مكعبات عشر مكعبات إذن أطفال الصغار لكي نحدد تمثيل هذه الملابس بالأعمدة والمكعبات من الذي في طريقة ستسهل علينا تمثيلها بالأعمدة والمكعبات من؟ نعم قال لكم أننا سكي مجموعة مكونة من عشر قبعات من عشر قبعات ثم نمثل عشر قبعات بعمود واحد الذي يمثل عشر مكعبات نعم ثم الباقي سنمثله بالمكعبات ثم الباقي سنمثله بالمكعبات المتبقية من خلال هذه المكعبات والأعمدة التي لدينا في الأسفل كما تلاحظون إذن لنرى أطفال الصغار سنشكل مجموعة من عشر قبعات أولا لاحظوا لنعود الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن لدينا عشر قبعات عشر قبعات لنرى الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن سنشكل مجموعة أخرى مكونة من عشرة إذن كم من عشر لدينا هنا أطفال الصغار نعم اثنان نعم عشر الأولى الثانية نعم إذن أنا هو التمثيل الذي يمثل لنا عدم القبعات أطفال الصغار نعم التمثيل الذي يمثل لديه عشرتان نعم عشرة لحد العشرة الأولى والعشرة الثانية يقول أن كل عمود يمثل عشرة إذن العشرة الأولى سننشكل بهذا العمود والعشرة الثانية بهذا العمود العمود نعم لنعود أطفال الصغار واحد اثنان ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسة عشر احد اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون عشرون أطفال الصغار إذن سنمثلها ب اثنان من الأعمدة نمثل عشر هل فقط هنا قبعة أخرى لم تسبق قبعة أخرى لدينا مجموعتين مكوين عشرة تلاحظون أيضا كل مجموعة مثلناها بعمود يمثل عشر مكعبات كما تلاحظون إذن المجموعة الأولى التي تحتوي على القبعات تمثلها هو اثنان من الأعمدة إذن لدينا عشرون قبعة أعيد عشرون رائع جدا إذن لنمر أطفال الصغار إلى المعاطف لدينا الثمتيل في الأسفل سنختار الثمتيل المناسب لدينا الثمتيل في الأسفل سنختار الثمتيل المناسب للمعاطف قلنا نفس طريقة سنعمل بها أطفال الصغار سنشكل مجموعة مكونة من عشر معاطف ثم نمثلها بعمود واحد والمعاطف المتبقية كل معطف سنمثله بواحد من المكعبات ما فهم إذن لنشكل مجموعة مكونة من عشرة لاحظوا أطفال الصغار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لاحظوا أطفال الصغار قلنا أن عشر معاطف سنمثلها بعمود واحد يمثل عشر مكعبات لاحظوا جيدا أطفال الصغار كم تبقى هنا من معطف اثنان إذن هذه المعاطف كم فيها من عشرة عشرة واحدة كما تلاحظون هناك عشرة واحدة سنمثلها بواحد من الأعمدة هذه المجموعة فيها واحد من الأعمدة واحد من الأعمدة واحد من الأعمدة لكن لاحظوا أطفال الصغار كما تبقى هنا من المعاطف يجب اثنان اثنان بماذا سنمثل أطفال الصغار هل سنمثل كل معطف بعمود لا كل معطف بمكعب إذن كم لدينا هنا من معطف اثنان أين هي المجموعة التي تحتوي على مكعبين اثنين نعم هناك عمود يمثل عشرة وعبين يمثلان معطفين كما تريدون إذن السمتير الصعيد هو العمود الذي يمثل عشرة واثنان إذن أطفال الصغار عشرة واثنان نقوله اثنى عشر أطفال الصغار عشرة واثنان نقوله اثنى عشر لنعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نتميب احدى عشر اثنى عشرة لدينا اثنى عشرة معطف كما تلاحظون إذن أطفال الصغار لنمر إلى السراويل لاحظوا السراويل جيدا تبقت لنا مجموعتين مكعبات إذن سنرى الثمتيلة الصحيح لاحظوا أطفال الصغار قلنا أنا سنشكل أيضا مجموعة مكوانة من عشر سراويل ثم نمثل عشر سراويل بوحدة عميدة وبعد ذلك نحسب السراويل المتبقية ونمثل كل سروال بواحد من المكعبات لنكتشف الثمتيلة الصحيح إذن من المكعبات لنكتشف الثمتيلة الصحيح إذن لنشكل مجموعة مكوانة من عشرة لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة لنحسب عدد السراويل المتبقية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع سراويل متبقية إذن العشرة لدينا هنا واحد من الأعمدة لكن سبع سراويل متبقية هل هذا هو تمثيلها الصحيح لنعود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا ست مكعبات إذا قمنا بتمثيل كل مكعب بسروال لدينا هنا سبعة مكعبات إذا قمنا بتمثيل كل مكعب بسروال لدينا هنا سبعة هل هذا هو التمثيل الصحيح؟ لا لنرى التمثيل الآخر إذن قلنا واحد من الأعمدة يمثل لنا عشر سراويل لأن كل عمود يحتوي على عشر مكعبات ونرى الآن المكعبات المتبقية هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لاحظ المكعبات هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن أطفال الصغار الثمثيل الصحيح هو سبع مكعبات وعمود واحد مكون من عشرة ونقول أطفال الصغار سبعة عشر سبعة عشر أعيدوا سبعة عشر رائع جدا إذن لدينا سبعة عشر لدينا سبعة عشر سروانا نعم أطفال الصغار المجموعة الأخيرة مجموعة الملابس المحاكة كما تلاحظون قلنا أننا سنشكل مجموعة مكونة من عشرة لكي نمثلها بواحد من الأعمدة والملابس المتبقية كل واحد سنمثله بمكعب إذن أطفال الصغار لنشكل أولا مجموعة مكونة من عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كما تلاحظون إذن هاته الملابس المحاكة كم فيها من عشرة عشرة واحدة رائع وكم تبقت من الملابس ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن الثلاثة صحيح هو كالآتي واحد من الأعمدة واحد من الأعمدة يمثل لنا عشر عشر من الملابس المحاكة وتبقت هنا ستة كل كل واحد من الملابس المحاكة نمثلها بمكعب إذن لدينا هنا ستة وهنا ست مكعبات ونقول ستة عشر ستة عشر إذن لدينا ستة عشر من الملابس المحاكة إذن كما تلاحظون أطفال الصغار هذا هو الثمثيل الصحيح قلنا أن القبعات لدينا عشرون عشرة وعشرة نقول عشرون بالنسبة للمعاطف لدينا إثنى عشر إثنى عشر معطف إثنان من المكعبات وواحد من الأعمدة يمثل عشر نقول إثنى عشر بالنسبة للسراويل لدينا سبعة عشر سبعة عشر وفي الأخير الملابس المحاكة ستة عشر لدينا ستة من المكعبات وواحد من الأعمدة يمثل عشرة ستة عشر كما تلاحظون ذلك أطفال الصغار انتبعنا جيدا الآن بعد أن قمنا بتمثيل هاته الملابس بالأعمدة والمكعبات الآن سوف نمثلها ببطاقات الأعداد ببطاقات الأعداد إنا لنرى جميعا انتبهوا جيدا لدينا أيضا القبعات مرة أخرى لدينا القبعات إذن سنقوم بتشكيل مجموعة مكونة من عشر قبعات لاحظوا قمنا بتلمعتين قلنا أن عدد القبعات عشرون مكون من مكوناتين عشر مكون من مكوناتين من عشر قبعات مجموعة أولا تضم عشر قبعات والمشوعة الثانية تضم أيضا عشر قبعات قمنا بتمثيلها قبل قليل بإثنان من الأعمدة إثنان من الأعمدة هل تبقت هنا قبعات أخرى لا لم تبقى لدينا هناك مكعبات هنا ليست هناك مكعبات في الصغار قمنا بتمثيلها بإثنان من الأعمدة لأن كل يضم حميط في القبعات إثنان قمنا بتمثيلها بإثنان من الأعمدة لأن كل يضم حميط يضم يضم حميط مكعبات كما تلاحظون إذن لاحظوا معي أطفال الصغار كم قلنا هنا من عشرة كم لاحظوا إثنان 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 وكم هو عدد المكعبات هنا سفر سفر كم تبقت من واحدة سفر إذن أطفال الصغار نتبه جيدا إذن العدد عشرون عشرون قبعة مكونة من إثنان من العشرات من إثنان من العشرات رقم العشرات هنا هو إثنان لاحظوه بالأخضر إثنان وبالنسبة للوحدات هل تبقت هنا قبعة أخرى لم تتبقى لم تتبقى ولهل لدينا هنا تمتيل بالمكعبات ليس لدينا تمتيل بالمكعبات إذن عدد الوحدات المتبقية هي سفر ونقرأ عشرون نقول عشرون هذا العدد عشرون هذا العدد يسمى عشرون كما تلاحظون وإذا قمنا بعد القبعات سنجدها عشرون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون إذن الثمتيج الصحيح هنا لعدد القبعات هو العدد عشرون كما تلاحظون عشرون رقم عشراته هو اثنان من العشرات والوحدات توجد سفر ليست لدينا مكعبات هنا أو قبعات أخرى بعتنسج كيلنا لمجموعتين من عشرة إذن سنمر الآن للمعاطف كما تلاحظون قلنا سنقوم بتشكيل مجموعة من مكونة من عشرة كم تبقت لدينا هنا اثنان لاحظوا مجموعة مكونة من عشرة و كم من معطف تبقى هنا اثنان قمنا بتمثيلها بواحد من الأعمدة يمثل عشرة والمعطفين المتبقيين قمنا بتمثيلهما ب اثنان من المكعبات وقلنا هذا العدد هو اثنى عشر اثنى عشر إذن أين هي بطاقة العدد الصحيح هنا لدينا سبعة عشر اثنى عشر و ستة عشر نعم بطاقة العدد اثنى عشر لكن قبل ذلك لاحظوا أطفال الصغار قلنا هنا كم من عشر لدينا عشرة واحدة إذن رقم العشرات هنا هو واحد عيدوا واحد توجد عشرة واحدة كم من عمود الذين هنا واحد قلنا أن عمود واحد يمثل عشرة إذن رقم العشرات هو واحد والوحدات المتبقية لاحظوا واحد اثنان إذن رقم الوحدات هو اثنان لاحظوا قمنا بثمثيلها هنا بمكعبين وهنا اثنان وهذا العدد يقرأ اثنى عشر اثنى عشر أعيدوا اثنى عشر رائع إذن أين هي البطاقة الصحيحة التي تمثل عدد المعاطف نعم اثنى عشر كما تلاحظون اثنى عشر هذا العدد هو اثنى عشر إذن سنمر لعدد السراويل سنقوم أيضا بتشكيل مجموعة مكونة من عشر سراويل وسنحسب عدد السراويل المتبقية لاحظوا قمنا بتشكيل مجموعة مكونة من عشرة كم تبقى؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قمنا بثمثيلها ب عشرة بواحد من الأعمدة لأن واحد من الأعمدة كما قلنا قبل قليل مكون من عشر مكعبات والمكعبات السراويل المتبقية هي سبعة قمنا بثمثيلها بسبع مكعبات كل مكعب يمثل سروال واحد الآن سنمر إلى الثمثيل العددي هنا سبعة عشر وستة عشر لاحظوا كم هو عدد المكعبات؟ سبعة وليس ستة سبعة عشر سبعة عشر إذن لاحظوا هذا العدد عدد السراويل كم توجد فيه من؟ عشرة عشرة واحدة إذن رقم العشرات هو واحد رقم العشرات هو واحد وعدد المكعبات أو السراويل المتبقية سبعة سبعة كما تلاحظون سبعة بعد تشكيلنا لعشرة لا يمكن أن نشكل عشرة أخرى الذين سبعة فقط قمنا بثمثيلها بالمكعبات وهذا العدد يقرأ سبعة عشر سبعة عشر كما تلاحظون إذن البطاقة الصحيحة التي تمثل لنا عدد السراويل هي سبعة عشر كما تلاحظون إذن أطفال الصغار الآن سنمر إلى المعاطب الملابس المحاكة عفوا إذن سنقوم بتشكيل مجموعة مكونة من عشرة كم تبقى لدينا ستة نعم إذن قمنا بثمثيلها بواحد من الأعمدة وستة من المكعبات ستة من المكعبات إذن تبقى لدينا بطاقة واحدة محاكة ستة نعم ستة قمنا بتمثيلها بست مكعبات وهنا رقم الوحدات هو ستة ونقرأ ستة عشر ستة عشر أعيد أطفال الصغار ستة عشر كما تلاحظون إذن أطفال الصغار بعد أن مثلنا الملابس بالأعمدة والمكعبات وأيضا بالأعداد قلنا أن عدد القبعات هو عشرون عشرون مكون من اثنان من العشرات وصفر من الوحدات المعاطف لدينا اثنى عشر اثنى عشر توجد بها عشر واحدة و اثنان من المكعبات بالنسبة للسراويل لدينا مجموعة مكونة من عشر وتبقت لدينا سبع سراويل سبعة عشر رقم عشراتها واحد أي توجد بها عشر واحدة وتبقت لدينا سبع وحدات إذن نقرأ سبعة عشر بالنسبة للملابس المحاكة ستة عشر توجد بها مجموعة مكونة من عشرة وتبقت ستة أقمصة هي ستة وحدات رقم وحدات ستة عشر هو ستة ورقم عشراتها هو واحد كما تلاحظون لأطفال الصغار إذن لنمر إلى النشاط التالي لاحظوا أطفال الصغار ألاحظوا ثم أتمم كما في المثال ألاحظوا ثم أتمم كما في المثال لاحظوا أطفال الصغار لدينا هنا كرات كرات داخل كيس المطلوب مننا هو أن نمثل هذه الكرات في المعداد ما يسمى بالمعداد أي نحدد رقم العشرات ورقم الوحدات كم توجد فيها من عشرة وكم من وحدة بعد ذلك نكتب العدد في الأسفل بالأرقام وبعد ذلك نكتبه بالحروف لاحظوا هنا لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر لاحظوا أطفال الصغار كم توجد بها من عشرة كم عشرة واحدة لاحظوا الكرات الملونة بالأحمر هي عشرة إذن هذا الكيس يضم عشرة واحدة لذلك وضعنا في المعداد في الجهة التي تمثل العشرات عشرة واحدة بعد أن مثلنا عشرة واحدة كم تبقى لنا من الوحدات لاحظوها بأزرق واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة عندما وضعناها في جهة الوحدات لاحظوا وحدات عشرات إذن في جهة الوحدات وضعنا ثلاثة هكذا قمنا بثمثيلها في المعداد بالنسبة للكتابة الرقمية لاحظوا أطفال الصغار قلنا أن جهة العشرات كم فيها من عشرة عشرة واحدة إذن نكتب واحد عشرة واحدة بالنسبة لجهة الوحدات ثلاثة رائع جدا ثلاثة وماذا يقرأ هذا العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر رائع جدا أطفال الصغار وبالحروف ثلاثة عشر ثلاثة عشر رائع جدا أطفال الصغار الآن سنمر إلى الكيس الثاني لنعود معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر كما تلاحظون إذن أطفال الصغار سنشكل مجموعة مكونة من عشرة لكي نحدد عدد العشرات لاحظوا أطفال الصغار الكرات الصفراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وكم سيسبق لنا بالكرات السوداء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عشر كرات بالأصفر وثماني كرات سوداء إذن هذا الكيس كم توجد فيه من عشرة عشرة واحدة إذن في المعداد جهة العشرات كم سنضع فيها من عشرة عشرة واحدة أحسنتم عشرة واحدة وكم من كرة المتبقية سنمثل في جهة الوحدات قلنا ثمانية لاحظوا بالأسود ثمانية إذن كم سنضع من كرة فيه جهة الوحدات لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية رائع جدا إذن جهة العشرات كم فيها من عشرة عشرة واحدة إذن سنكتب واحد في جهة العشرات واحد يعني لنا عشرة واحدة في جهة العشرات بالنسبة للوحدات قلنا ثمانية رائع جدا سنكتب ثمانية وماذا سنقرأ هذا العدد؟ ثمانية عشر ثمانية عشر كما تلاحظون وبالحروف ماذا سنكتب أطفال الصغار؟ ثمانية عشر ثمانية عشر وبهذا أطفال الصغار تكون حصتنا لهذا اليوم قد وصلت لنهايتها أضرب لكم موعدا في الحصة الثانية من درس تقديم الأعداد من 11 إلى 20 دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء